سيزي يؤكد لوزيرة الخارجية الليبية دعم مصر الكامل للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الليبية اختتام مفعاليات المناورة رعد خمسة التي تنفذها إحدى وحدات المنطقة الشمالية العسكرية ارجاء المحادثات النووية بين إيران والقواسات الكبرى في فيينا للتشاور اهلا بكم الى ساعة اخبارية جديدة تأتيكم من شاشة الين ترجمها لحضرتكم الزميل على الدين السيدة شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال استقباله وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش على دعم مصر الكامل للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الليبية كما استقبل الرئيس السيسي اليوم كل من وزيرة خارجية ماريزيا هشام الدين حسين والسلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة استقبلت سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيدة نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية الليبية وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان سيد الرئيس رحب بالوزيرة الليبية في مصر مؤكدا سيادته دعم مصر الكامل للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الليبية في مهامها خلال المرحلة الانتقالية بهدف استعادة ليبيا لأمنها واستقرارها علي الوزيرة اسمحي لان انا راح بيك اوجه لكل الطاحية والتقدير والاحترام لشخص الاولى على موافق الوطنية تجاه بلد اكدلك ان مصر احتراما وتقديرا لكم لمجلس رئاسي مؤفد وايضا كحكومة تنفيذية الواتي كل الدعم الكامل لليبيا في مصارها السياسي مصر تعتبر ان ليبيا ومصر امن قدر واحنا حرسين دائما عن هذا المصارج الاستقرار وينتهي بانتخابات تعبر عن ارادة الشعب الليبي بعيدا عن الملشات والمتزقة للموجودين احنا كان دائما مواقف مصر سبتة اتباه لليبيا كانت دائما مواقف مصر سبتة بين وحدة الاراضي الليبي بسيادة وارادة شعب الليبي الحر في اختيار قياده وكامل عدم التدخل في شؤون ليبيا كل الدعم لكم ان يستمر لي على مواقف الانطنية لا تخشي في الله لو لا تلاه ابدا احنا معاكم وتجدوا من مصر كل الدعم وكل الخير الى ان شاء الله الانتخابات خلال هذا العام وبدون تدخل من احد ولا بوجود ميليشيات تؤثر على ارادة الناس في ليبيا نحن معاكم كل الدعم ليبيا وبرحة بكم وأرجو ابناخ تقديري واحترامي كل الأشقاء في ليبيا قيادة وشعب عظيم له كل الاحترام مننا أنا سعيدة جدا جدا أول بحسن استقبالك واهتمامك بشأن ليبي لقيت كل الترحاب وكل التكريم من معالي الوزير ومن سعادتك ونحن يعني يشرفني جدا أنا أتق بك اليوم في مصر الحبيبة والشقيقة وأبلغ تحيات رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء كلهم ينقوا لتحياتهم الصادقة وفخرهم بدور مصر الريادي في دعم السلام في ليبيا وإرساء مبادئ الحوار ودعم حضرتك وطخامتك لإعلان القاهرة الذي كان الهدنة ووقت إطلاق النار للشعب الليبي وهذا موقف تاريخي نحن نحييه في فخامتك وفي قيادة مصر أيضا نحن نثمن الحكمة والقيادة الرشيدة التي تتبتع بها فخامتك وقيادتك لرؤيتك أن مصر وليبيا هي أمن قومي وأن استقرار ليبيا هو استقرار مصر واستقرار مصر هو استقرار ليبيا وهذه النظرة نحن التي نعول عليها نحن نعول على الأمن القومي نعول على التعاون الأمني المشترك ونحن نتمنى أن يكون لمصر دور فعال في توحيد المؤسسة العسكرية وفي جمع شمل الليبيين لموروع المصالحة الوطنية للاستعداد للانتخابات أيضا نحن تحدثت مع معالي الوزير بارحة بخصوص دعمنا في برلين الثاني بإذن الله ودعم التوجه الليبي ودعم مخرجات خارطة الطريق لتمهيد إن شاء الله مرحلة القادمة هي مرحلة الانتخابات ونحن دائما نحتاج مصر ونحتاج قيادة مصر لخلق توازن في المنطقة وأيضا بعيدا عن أي مجاملات دبلوماسية مصر وليبيا تربطها علاقة تاريخية طويلة جدا وجوار ونسب وثقافة مشتركة نحن الآن في أمس الحاجة لأن نعزز هذا التعاون من هنا أيضا نطلب من سيادتك أن نعلي أيضا حتى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين وحبّد حتى قبل مرحلة الانتخابات لأن هذه تصورة رسالة إيجابية للعالم بأجمع أن علاقات بين الشغيقة مصر وبين ليبيا هي علاقة دولة واحدة أعتقد أن أنظر إليها فقط بينها حدود هذه الحقيقة وفي الأخير نحن في مرحلة حساسة ولكن حكومة الوحدة الوطنية هي حكومة فيها الفرص الكثيرة تمثل كل الليبيين الحمد لله نالت الثقة من البرلمان وهناك ارتياح في الشارع الليبي تجاه الحكومة ونحن نريد أن نفاعل هذه الفرصة من أجل دعم السلام والأمن في ليبيا لأن دعم السلام والأمن في ليبيا وهو الذي يخلق المجال الديمقراطية والانتخابات نزيهة وشفافة فأنا شاكل لحضرتك مرة ثانية وسعيدة جدا جدا بمقابلتك الشخصية وشاكل دعمك وتشجيعك للمرأة أولا ولليبيا ثانيا ولحكومة الوحدة الوطنية ونحن إن شاء الله نكون بداية علاقة إيجابية ووفيقة إن شاء الله وفرص تعاون على المستوى الأمني والأقليمي أكدوا من دعمنا لكم لكم أشقاء في مصر خارصين على أمنكم وعلى استقراركم وعلى تعود ليبيا أفضل مما كانت عليه والشعب الليبي يستحق ذلك يستحق ذلك ربنا يوفاكم وأنا متأكد أن المرحلة تنتهي وتنتهي بخير وسلام وتستطيع أن تعتمد علينا دون أن نتدخل في شؤونكم إن شاء الله كما استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد هشام الدين تون حسين وزير خارجية ماليزيا وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان سيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى سيد محيدين ياسين رئيس وزراء ماليزيا مشيدا سيادته بنتائج الاتصال الهتفي الذي تم مؤخرا بين الجانبين ومشيرا إلى ترحيب مصر بتكثيف تعاون مع ماليزيا في مختلف المحافل الدولية فضلا عن تعزيز أواصر التعاون السنائي بين البلدين خاصة أهل المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثمارات المشتركة وذلك في إطار سياسة مصر السابتة بالانفتاح على التعاون المشترك والبناء والتنمية مع الجميع في إطار من مبادئ وقيم الاحترام المتبادل ومن أجل مصالح الشعوب والأجيال الحالية والقادمة من جانبه نقل وزير خارجية ماليزيا إلى سيد الرئيس تحيات رئيس الوزراء الماليزي مؤكدا الاهتمام الذي توليه ماليزيا لتعزيز العلاقات السنائية مع مصر في جميع المجالات وكذا في مختلف المحافل الدولية خاصة في ظل طفرة التنموية اللافتة والمشروعات القومية العملاقة التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة فضلا عن الدور الرائد الذي تقوم به مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي ودورها الفعل في مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في الشرق الأوسط أضف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى التبحث حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة قضية مكافحة الإرهاب باعتباره من أهم التحديات التي تواجه العالم حيث تم الإشادة بالجهود التي تفذلها مصر لمكافحة الإرهاب على المستويين الداخلي والإقليمي ومعجهة الفكر والأيدولوجيات المتطرفة إلى جانب دور الأزهر الشريف الرائد في هذا الصدد باعتباره منارة العالم الإسلامي وممثل التعليم الإسلامية الصحيحة كما استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند يرافقه أنجاله الأمير جعفر الصادق والأمير طه مفضل والأمير حسين مفضل وذلك بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرة العامة صراح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان السيد الرئيس رحب بسلطان طائفة البهرة في مصر مؤكداً سيادته العلاقات الوطيضة التاريخية بين مصر والطائفة ومعرباً عن خالص التقدير لدور سلطان البهرة في ترميم وتجديد مقامات آل البيت وعدد من المساجد المصرية التاريخية وأخيرها ترميم أدرحة السيدة نفيسة والسيدة زينب وسيدنا الحسين لتتكمل مع جهود الدولة الحالية في تطوير المناطق المحيطة بتلك الأدرحة والمواقع الأسرية بالقاهرة الفاطمية والتاريخية وذلك فضلاً عن الأنشطة الخيرية الأخرى المتنوعة لطائفة البهرة في مصر بالإضافة إلى دعم صندوق تحيا مصر وقد أكد السيد الرئيس إيمان مصر العميق بأهمية الحوار بين كافة شعوب العالم بمختلف مذاهبها وأعرقها وانفتحها الدائم على كافة الأديان والطوائف وذلك استناداً إلى تاريخ شعب مصر العريق وحضرته وفهمه الصحيح للدين مستعرضاً سيادته في هذا الإطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز مبادئ المواطنة على أساس المساوات والتعايش السلمي وحرية الاختيار والاعتقاد من جانبه أعرب سلطان البهرة عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس مثمناً المسار الحالي الذي تتمتع به مصر بقيادة السيد الرئيس من حرية ممارسة الشعائر الدينية والتعايش السلمي بين كافة الأطياف والمذهب والتي تكفل للجميع مناخاً مستقراً للسلام الاجتماعي كما أشاد سلطان البهرة بالإنجازات التنموية التي تحققت مؤخراً في مصر على الصعيد الداخلي في مختلف المجالات بالإضافة إلى الدور المصري الفاعل على الساحة الإقليمية والذي تجسد مؤخراً في التوصل لتفاقي وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وكذا المبادرات المصرية لإعادة أمار غزة إلى جانب جهودها المتواصلة في دعم جهود التوصل لتسوية سياسية للأزمة الليبية المتابعين ينضموا إلينا عبر الهاتف الأستاذ خالد محمود الكاتب والصحفي المتخصص في الشأن الليبي أستاذ خالد مساء الخير مساء الخير فعندي معنم بستاذ مشاهدين يعني هذه الزيارات وزيرة خارجية ليبيا ووزير خارجية ماليزيا وأيضاً سلطان طائفة البهرة بالهند وغيرها من الزيارات يعني على ما تدل هذه الزيارات في هذا التوقيت ما فيه شك إنها مؤشر ودليل على إن القاهرة أصبحت قبلة للسياسة الإقليمية والدولية وإن الضور اللي مصر بتلعبه في مختلف الملفات الإقليمية وما يهم منها الأطراف الدولية بات محورية لا يمكن الاستغناء عنه وهذا التوافد المستمر من أطراف إقليمية ودولية على قصر الرئاسة ووزير خارجية في الطاهرة دليل قاطع على نجاح السياسة الدوليماسية التي تقودها مصر في مختلف الاتجاهات طيب أستاذ خالد يعني دور مصر استحدثنا عن شأن الليبي وما تقوم به مصر حاليا سي دعم استقرار ليبيا وتحقيق وحدة وطنية وصولا إلى الانتخابات يعني تأثير هذا الدور على الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب تتصور أن الكلام المهمة اللي قالوا سيادة الرئيس خلال لقاءه مع السيدة مجلاء المنحوش وزيرة خارجية الليبية كلام مهم لأنها واحدة من الأصوات أو يعني ممكن نقول عليها السلطة الوطني الوحيد الواضح والمعلن في ترويكا من سلطة الانتقالية في ليبيا اللي على طول الخاص عنده موقف وطني واضح تجاه ضرورة خروج كل المرتزقة من الأراضي الليبية وبتطعرها دي طبعا لحملة شعواء من أنصار تركيا وقاطر وجماعة الإخبار المسلمين وكانت هناك محاولات حتى لإقالاتها وحس دبيبة رئيس حكومة الوحدة على الإضاحة بها لكن ثبتت وصمضت السيدة المنحوشة في مواقفها ولم تتغير ولم تتلون ومن هنا يمكن تفاهم الحديث المهم الذي جرى بينها وبين السيد الرئيس اليوم وتأكيد الرئيس على أنها تتجد من مصر كل دعم ولفت الانتباه أنه رئيس لها بمعنى واضح وصريح أنه عليها أن تمضي قدما في مواقفها الوطنية وأن لا تخشى في الله لو متلاء ده كلام ما يقولوش حد إلا إذا كان واعي ومستوعب تماما كل مدركات الأزمة الليبية ويعي تماما أهمية الضوء اللي بتلعبه السيدة المنحوش في السياسة الخارجية الليبية في الوقت الحالي كما ذكرت أيضا وزارة الخارجية الليبية أنه سيكون هناك أيضا أو العلاقات ستكون أكثر دعما في المجال التجاري والاقتصادي وغيره يعني كيف ستفتح هذه العلاقة أطاق جديدة للتعاون التجاري والاقتصادي ما بين مصر والليبيا طبعا وجود ليبيا أمينة ومستقرة ده بينعكس على مصر من كافة النواحي الأمنية والسياسية والاقتصادية والهم الأول لنا هنا في مصر هو أنه ليبيا يعني تنجح في مسيراتها نحو استعادة مؤسساتها ويعود الاستقرار عليها وهذا لن يتعدى إلا بإجراء انتخابات وطبعا ده بعد خروج كل المقتزقة وتفكيك كافة الميليشيات ومن ثم تحت انتصر الشعب الليبي لاختيار رئيسه وحكومته المقبلة بكل إراداتي الحرة كل تطور إيجابي في ليبيا بينعكس إيجابيا وبشكل تلقائي على مصر هناك فرص عديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات وهناك فرص لمشاركة شركات مصرية في عادة أعمار ليبيا لكن هذا لن يتعدى إلا في وجود دولة ليبية قادرة ومستقرة وبدون أي تدخلات خارجية شكرا لأستاذ خالد محمود الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي شكرا على هذه المداخلة أكد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الماليزي هشام الدين حسينة عمق علاقات التعاون التي تربط بين البلدين جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الوزيران في ختام مباحثاتهما والتي عقدت بقصر التحرير زيارة هي الأولى من نوعها لوزير الخارجية الماليزية هشام الدين حسين منذ توليه مهم منصبه لتبدأ الزيارة بجلسة مباحثات بين وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الماليزي لتبادل الرؤى حول الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتأتي زيارة معالي الوزير الآن إلى الخاهرة لتؤكد وجود إرادة سياسية قوية لدي الجانبين لاستئناف قوة ومتانة العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر وماليزيا والرباط القوي الذي تأسست عليها هذه العلاقة في إطار الصداقة التي تجمع بين الشعبين المصري والماليزي وفي مؤتمر صحفي للوزيرين تم تطرق إلى سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي بين البلدين على صعيد القطاع الصناعي والتجاري وكذلك الاستثماري كما أشهد وزير الخارجية الماليزي بالمشروعات القومية التي يتم تنفيذها ورغبة ماليزيا للمشاركة في أعمال التنمية والتعاون في المجالات المختلفة ماليزيا تجد رغبة في المشاركة في هذه المشروعات الكبرى حيث أن مصر هي بوابة إفريقيا وكذلك لتعامل مصر مع مجموعة الأسيان والتي يصل تعداد سكانها لعدد يفوق الستمائة مليون وهذا وضع مفيد للجانبين كما تناول الجانبين الجهود المبذولة لحلحلة القضية الفلسطينية ودفع عجلة المفاوضات لإقامة الدولة الفلسطينية وفقا لمقرارات الشرعية الدولية وكذلك دور مصر الرائد في إعادة إعمار غزة عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية لنا رؤية متطبخة ونعمل من خلال المؤتمر الإسلامي وبقية المنظمات الدولية على الدفع قدما للحقوق المشروع للشعب الفلسطيني دعم رؤية الدولتين على حدود سبعة وستين وعصبتها القدس الشرقية ودعي للشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه كاملة ما ذكره معلي الوزير أن العلاقات الثنائية بين مصر وماليزيا دائما ما توفقنا في أي منصة أو محفل دولي خاصة في الأعوام الأخيرة أما فيما تصل بمنظمة التعاون الإسلامي فإن أهم قضية هي القضية الفلسطينية هذا ويسعى كل البلدين لإنشاء حقبة جديدة من التعاون بما يلبي تطلعات شعبي البلدين في ظل وجود أفاق رحبة للتعاون مع ماليزيا تأتي زيارة وزير الخارجية الماليزي لمصر لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتناول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشتركة على الصعيدين الإقليمي والدولي والعمل على تحقيق التكامل والتبادل بين البلدين في شتى المجالات من قصر التحرير أحمد سعد الدين النيل اختتمت فعليات المناورة رعض خمسة التي تنفذها إحدى وحدات المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوة المسلحة والتي استمرت لعدة أيام وذلك في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة المصرية تضمنت المرحلة الختمية قيام المفارز الميكانيكية والمدرعة بسد وتدمير عناصر الإبرار البحري والجوي المعادي التي تم إنزالها بحرا وإبرارها جوا لاحتلال خط حيوي من محاذاة ساحلة وذلك بمشاركة القوات البحرية التي قامت بالتصدي للقطع البحرية المعادية القائمة بالإبرار وتدميرها بالتعاون مع القوات الجوية ووسائل وأسلحة الدفاع الجوي والمدفعية وعناصر المهندسين العسكريين وإبرار عناصر القوات الخاصة لسرعة احتلال رأس الشاطئ وتأمينه ضد الهجوم المعادي نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنباء تدولتها مواقع الاتصال الاجتماعي بشأن تغيير قواعد التنصيق ونظام القبول بالجامعات وقام المركز بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي نفى تلك الأنباء مؤكدة أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن معضحة أن قواعد التنصيق مستمرة وسيتم تطبيقها كما هي وفقا لما هو متابع خلال السنوات السابقة على أن يكون التنصيق إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي للتنصيق تواصل وزارة الداخلية جهودها الرامية إلى مواجهات كافة أشكال الخروج على القانون ومكافحات جرائم للتجارة وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الدجمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أصفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 458 عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق 18 مدرية أمنة والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها شروع في قتل سلاح مخدرات وسرقة وضبط معهم 323 قطع السلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات ضميات وبرسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والاسمعالية تم ضبط 698 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 1258 قطع السلاح ناري أبرزها ثلاثة جيرينوف و188 بندقية و128 بندقية آلية و60 مسدسا و877 فرد محل الصنع وطلقات نارية مختلفة الأعيرة وعدد 145 خزينة إضافة لـ 1511 قطعة سلاح أبيض كما تم ضبط ورشتان لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع وترسيخا لمبدأ سيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 553 752 حقما قضائيا بإجمالية 44 076 متهما من بينها 2351 حكم جنايا و196 261 حكم حبس و279 219 حكم غرامة و75 921 حكم مخالفة وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط أربعة تشكيلات عصابية ضمت أحد عشر متهما قاموا بارتكاب تسعة حوادث سرقة متنوعة وتم كشف غموض 79 حادث ما بين قتل عمد وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفا وضبط مرتكبها بإجمالي 106 متهم وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1628 قضية إتجار في المواد المخدرة ضبط خلالها 1757 متهما وبحوزاتهم قرابة 329 كيلو جرام من مخدر الحشيش وأكثر من 254 كيلو جرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت ما يقرب من 30 كيلو جرام إضافة إلى حوالي 20.5 كيلو جرام من مخدر الاستروكس وعدد 48 ألفا و141 قرص مخدر أشرف رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيب اليوم على أعادة فتح الطريق الساحلي الحيوي الرابط بين شرق البلاد وغربها بعد إغلاق استمر لنحو عامين وتولى رئيس الحكومة نفسه قيادة جرافة لإزالة ثلاثة سواتر طرابية على الجانب الغربي من الطريقة كان الطريق الساحلي بين مدينتين مصراطة وسيرت أكبر مدينتين ساحليتين وسط البلاد قد أغلق إبان الحرب التي نشبت بين الشرق والغرب في أبريل 2019 والتي انتهت بإعلان وقف إطلاق النار في أغسطس 2020 أعلن مبعوث الاتحاد الأوروبي للمفاوضات النووية الإيرانية أنريكي مورا إرجاء إيران والقوى العالمية للمحادثات النووية للتشاور في عواصمهما وأضاف أن المحادثات أحرزت تقدما وأن المفاوضين أقرب لإحياء الاتفاق النووي في أي وقت مضى أصبحنا أقرب لإحياء الاتفاق النووي مما كنا عليه الأسبوع الماضي لكن لم نصل بعد أحرزنا تقدما في هذه الجولة في بعض القضايا التقنية لدينا الآن وضوح أكثر حول الوثائق التقنية بعضها معقد قليلاً وهذا الوضوح سمح لنا بأن يكون لدينا فكرة أوضح من ما هي المشاكل السياسية الوفود ستعود إلى العواصم بتعليمات أوضح بشأن كيفية إبرام هذا الاتفاق هذا الاجتماع تم في ظل تطورات سياسية هامة ولا بد أن نؤكد أننا ناقشنا أيضاً العلاقات الاقتصادية في مقابل تلك التطورات يأتي هذا في الوقت الذي أثار فيه إعلان فوز راجل الدين المحافظ إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية الإيرانية ردود فعل متبينة ففي حين أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله فأن يكون انتخاب رئيسي مؤشراً على استقرار إقليمي أكبر أعربت واشنطن عن أسفها لانتخابه في اقتراع شهد أدنى نسبة مشاركة في استحقاق رئاسي في تاريخ إيران فاز رجل الدين المحافظ إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية ما أثر ردود فعل دولية متبينة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هناء رئيسي وأعرب عن أمله فأن يكون فوزه مؤشراً على استقرار إقليمي أكبر كما أمل بتعزيز وتطوير التعاون البناء بين البلدين في مجالات مختلفة خاصة الشأن الدولي الموقف نفسه تبنه رئيس التركي رجب طيب أردغان الذي أبدت سعداده للعمل مع الرئيس الإيراني الجديد من أجل تعزيز التعاون بين البلدين بشكل أكبر كما هنأه الرئيس السوري باشار الأسد وقادة الكويت وسلطانة عمان وقطر والإمارات في المقابل أعربت الولايات المتحدة عن أسفيها معللة أن الإيرانيين لم يتمكنوا من المشاركة في عملية انتخابية حرة ونزيهة على حد قولها وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن واشنطن ستواصل رغم ذلك المفاوضات غير مباشرة مع إيران للعودة إلى الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 وانسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب أما رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينت فاعتبر انتخاب إبراهيم رئيسي جرس إنزار أخير للعالم على حد وصفه وطلب خلال اجتماع للحكومة القوى العالمية بإعادة النظر في المحادثات بشأن اتفاق نووي إيراني جديد استهدف هجوم بصاروخ لقاعدة عين الأسد العراقية الوقع في الأنبار غرب العراق والتي تضم عسكريين أمريكيين واستهدف 43 هجوما لمصالح الأمريكيين في العراق منذ بداية العام بينها السفارة الأمريكية في بغداد وقواعد عسكرية عراقية تضم أمريكيين ومطار بغداد وأربيل فضلا عن مواكب لوجستية للتحالف الدولي المناهض للجهاديين بقيادة واشنطن في هجمات غالبة ما تنسب إلى فصائل عراقية موالية لإيران متواصلون مع حضرتكم ومعنا أيضا الولايات المتحدة تقول إنها تعد عقوبات جديدة بحق روسيا على خلفية قضية المعارض ناباني والآن أخبار الاقتصاد مع الزمين محمد سليمان شكرا لك صحر مرحبا بكم أخبار الاقتصادية في بانورما الثامنة وتتابعون فيها الحكومة تبدأ إجراءات تقنين أوضاع مركبات التوك توك وضمه للمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات اهلا بكم أكد رئيس ومجلس الوزراء مصطفى مدبولي على ضرورة وأهمية تقنين أوضاع مركبات التوك توك على مستوى الجمهورية والعمل على تيسير إجراءات الترخيص لأصحابها وخلال اجتماعه مع وزراء المالية والتنمية المحلية والتجارة والصناعة ومسؤول الإدارة العامة للمرور والجهات المعنية لفت مدبولي إلى أن هناك فوائد واسعة من تقنين أوضاع التوك توك سواء للمجتمع أو لصاحب التوك توك نفسه وتطرق الاجتماع إلى أن عدد مركبات التوك توك التي تم ترخيصها حتى الآن لا تتجاوز عشرة في المئة من إجمال المركبات التي بدأت إجراءات الترخيص وخلال اجتماع كلف مدبولي الوزراء المعنيين بتقديم مذكرة للعرض على مجلس الوزراء تتضمن تيسيرات ومحفظات لأصحاب المركبات التوك توك مع العمل لإدخالهم ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي اجتمع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ومحافظة ضقهلية أيما مختار لمتابعة عدد من مشروعات المحافظة وخلال الاجتماع استعرض محافظة ضقهلية المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها والتي تضمنت عددا من مصانع تدوير المخلفات بتكلفة إجمالية تجاوزت 900 مليون جنيه وأشار محافظة ضقهلية لأنه تم الانتهاء من تنفيذ إنشاء مبنى القيادة والتحكم لتأمين مدينة المنصورة حيث تم تركيب عدد من كاميرات المراقبة الثابتة والمتحركة لتغطية الشوارع الرئيسية والمهمة وشهد الاجتماع استعرض أعمال التنفيذ للمشروعات السكنية بالمحافظة والتي بلغت مراحلا متقدمة من التنفيذ أشهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأداء البنك المركزي منذ اندلاع أزمة جائحة كورونا وحتى الآن وخلال ترأسي الاجتماع بحضور محافظة البنك المركزي طارق عامر أكد رئيس الوزراء أن الدعم الذي قدمه البنك المركزي لقطاعي الأفراد والشركات أسهم بشكل أسي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي جنبا إلى جنب جهود الحكومة لمساندة هذه القطاعات خلال مواجهة الجائحة من جانبي أكد محافظة البنك المركزي أن البنك نجح في مواجهة التحديات التي شهدها الاقتصاد العالمي غراء جائحة كورونا من خلال حزمة المبادرات الموجهة لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة عقد وزير السياحة والأثار خالد العناني والاتصالات تكنولوجيا المعلومات عمر طلعت اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار بروتوكول التعاون بين الوزارتين وذلك بشأن تطوير البنية التكنولوجية لوزارة الأثار وخلال الاجتماع أكد وزير الأثار والسياحة أن مشروع التحول الرقمي جاء انطلاقا من استراتيجية الوزارة لتحقيق أداف التنمية المستدامة وبناء منظومة معلوماتية دقيقة في مجالات السياحة المصرية لبناء اقتصاد متنوع يعتمد بشكل كبير على إتاحة خدمات سياحية أكبر من جانبه أوضح طلعت أن وزارة الاتصالات تسعى إلى مواكبة تكنولوجيات الرقمية العالمية لتعزيز قطاع السياحة وذلك من خلال التعاون بين الوزارتين في ضوء بناء مصر الجديدة أكد وزير الاتصالات تكنولوجيا المعلومات عمر طلعت أهمية التعاون الوثيق بين مصر وليبيا في ظل الروابط التاريخية والجغرافية والثقافية التي تجمع البلدين وشدد طلعت خلال لقائه رئيس الشركة القابضة الاتصالات الليبي فيصل أحمد قرقاب شدد على أنه خلال زيارته إلى أن ليبيا منذ شهرين النهضة والتي تشهدها البلاد في ظل إدار إرادة الشعب والحكومة الليبية على تحقيق ذلك مباحثات ثنائية مصرية ليبية مكثفة بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث أقد الجانبان اجتماعا موسعا لمناقشة عدد من المشروعات المهمة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تبادلنا الرؤى واتفقنا على التعاون في مجال الربط البيني وتحت خدمات الانترنت لشعبين من خلال الشبكة الموجودة في مصر والموجودة في ليبيا والتي تربط البلدين بالقرارات المختلفة أيضا اتفقنا على التعاون في مجال الخدمات البلدية وتبادل الخبرات في كافية تطوير المؤسسات البلدية في البلدين والدور الذي تلعب المؤسسة البلدية في الفترة القادمة أيضا اتفقنا على تبادل الرؤى في مجال الحوكمة والمنظومة التشريعية التي تحوكم وتنظم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كذلك تبادلنا الرؤى واتفقنا على التعاون في مجال رفع كفاءة البنية التحتية ونقل التجربة المصرية في هذا المجال إلى دولة ليبيا الشقيقة أيضا تحدثنا عن التدريب ورفع الكفاءات والتنمية البشرية ورعاية الإبداع والعمل الابتكاري من خلال المشروعات مشتركة بين البلدين من جانبه أكد رئيس الشركة القابضة للاتصالات الليبية على تشجيع الشراكات بين البلدين والاستفادة من التجربة المصرية في التحول الرقمي فضلا عن وضع آليات لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات تفهمنا أيضا على وضع كما أسلف أخي معالي دكتور عمر لجنة عليا مشتركة بين الجانب المصري والجانب الليبي وقد إن شاء الله تتوج هذه اللجنة بإنشاء شركة مشتركة بين وزارة الصلاة المصرية والشركة القابضة للاتصالات هدف هذه الشركة هي قيادة مبادرة التحول الرقمي في البلدين والاستفادة من الخبرات والاستثمار المشترك في صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات سنشهد إن شاء الله هذا الأسبوع توقيع عقد مهم جدا بين شركة هاتف ليبيا وشركة الصلاة المصرية كما أيضا سنشهد إن شاء الله توقيع مذكرات تفاهم جديدة نستطيع من خلالها الانطلاق وتنفيذ هذه المشاريع جهود حثيثة وسعي دائم من الحكومتين المصرية والليبية وبخاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بتشكيل فرق عمل مشتركة بين البلدين لوضع خطة محددة بموضوعات وجدول زمني لتنفيذ عدد من مشروعات بين البلدين تات أخبارنا الاقتصادية وعودة إلى الزميلة صاحة السابر لإستكمال بانوراما تفضلي صاحة شكرا محمد أعلن مستشار والرئيس الأمريكي الأمن القومي جيك سليفان أن الولايات المتحدة تعد عقوبات جديدة على موسكو على خلفية اتهامها بمحاولة تسميم المعارض الروسي أليكس نافلني تأتي تصرحات لليبان بعد أربعة أيام من قمة الرئيسين الأمريكي جيو بايدن والروسي بلاديمير بوتين في جينيف كان بايدن قد وجه تحذيرا في شأن نافلني قبيل القمة الروسية الأمريكية بأنه في حالة وفاته ستتذهور العلاقات الروسية مع واشنطن وباقي دول العالم متواصلون مع حضراتكم ومعنا أيضا للمرة الأولى العاصمة السودانية تشهد عرض أزياء للسيدات فقط في سابقة هي الأولى من نوعها استضافت العاصمة السودانية الخرطوم عرض أزياء للسيدات فقط وذلك بعد سنوات من العزلة في هذا المجال شارك في العرض عشرون مصمم ومصمم الأزياء وعارض وتغى على تصميماتها اللونان الأبيض والأسود وكان مجلس الوزراء السوداني قد ألغى في عام 2019 قانون نظام العام الصادر عام 1996 والذي كان معنية بتجريم السلوكيات الشخصية مثل ما يعرف بالزي الفاضح وظل السودان خادعا الحكم البشير طوال ثلاثة عقود قبل الإطاح به عام 2019 خدم ثورة شعبية معارمة ضد حكمه فختاما نذكر بالعنامين الرئيس السيسي يؤكد الوزيرة الخارجية الليبية دعم مصر الكامل للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الليبية اختتام فعاليات المناورة رعب خمسة التي تنفذها إحدى وحدات المنطقة الشمالية العسكرية إرقاء المحدثات النووية بين إيران والقوى الست الكبرى في بين الفشاورة نهاية هذه الساعة الإخبارية على رأس الساعة مجزو الأخبار إلى اللقاء